إذن مشاهدين كرام ضيفنا التالي رحال من أبناء مدينة داب الحصن حبه الاستكشاف والسفر حول دول العالم جعل منه مستكشف واستغل مواقع التواصل الاجتماعي لتكون سجلا ثقافيا حافلا بالمعلومات والصور لمعالم الدول ليقدم دليلا إرشاذيا بالأماكن التي زارها فدعو نرحب بالرحال والمغامر مهند اسليمان بن جمعو مهند أهلا وسهلا بك حياة الله ويعطيكم الصحة والعافية وسعيدين جدا في تواجدنا في هذا البرنامج المميز حديث المساء نحن أيضا سعيدين في وجودك معنا وخصوصا نتحدث إلى شخص تنقل وجاب العالم كما يقال وانتقل بين دولة إلى أخرى حبا بمعرفة ثقافة الشعوب وتطلع على دول العالم فهذه بحذاتها معرفة وثقافة يكتسبها الإنسان ويكتسب من خلالها الكثير من المهارات متى بدأ هذا الشغف لدى مهند بسم الله الرحمن الرحيم طبعا نحن دائما نقول لا يزال السفر طويلا مستمرين إن شاء الله بدأنا نحن على طول من خلصنا الثانوية العامة استقرينا وداومنا ولله الحمد شوية اعتمدنا على نفسنا وبدأنا في دول الخليج وبعدها الدول العربية وبعد ما تمكننا من الأمور هذه الحمد لله فتح علينا باب السفر إلى العالم ولله الحمد نعم إذن هو كان تدرج إلى دول العربية ثم دول العالم فدائما البدايات في معظم الأمور تكون شوية صعبة ففي بداية الأمر كان يعني كما نقول السفر شوي صعب إلى أن تعودنا عليه شوي 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 الحمد لله صار ما نقول متمكني ولكن إن شاء الله أن نكون متمكنين في السفر هل كان الفضول وحب معرفة الدول الأخرى وثقافات الشعوب هو السبب في الترحال والتنقل من دولة إلى أخرى أم كان هو حب السفر طبعا حب السفر هذا منتهي منه ولكن الشيء الثاني الذي هو الثقافات والاطلاع هذه أيضا حافزتنا على السفر والفضول يظل هو أنا بالنسبة لي يعني محرك الأساسي لماذا؟ لأنه الفضول يخليك أنت تزور أماكن ما حد زارها تستكشف أشياء غريبة أشياء عجيبة ما تتخيلوا فمن ضمن الأشياء التي جعلتني وراء الفضول أذهب لها دولة أفريقية وتحديدا مدينة أفريقية اسمها مدينة مبيسي مبيسي طبعا الرجل الذي يتحدث مع الحيوانات هذه قصة طويلة وإن شاء الله نتحدث عنها بعدين في لقاعة أخرى في لقاعة أخرى مطولة لأنك تزور شخص يتحدث مع الحيوانات هذا كوم آخر طبعا بحثنا عنها بالجوجل بحثنا عنها بكل مقام ما حصلنا المعلومات الوافية فالفضول دعونا أني أوصل للشخص هذا والحمد لله وصلنا له وغطينا معنا وتعرفت على حيثيات هذا الأمر كيف يتحدثي للحيوانات أو غيرها نحن ماشينا معه وخضينا أفكاره وماشينا بالخضينا الذي يفكر فيه ماذا وجدتم؟ هل فعلا؟ لا طبعا ما في شيء اسمه حديث مع الحيوانات ولكن هي اعتقادات لديها أن يعتقد أنه على حسب ثقافات الشعوب أصلح حيوان معين طبعا هو حيوان معين هو يعتمد أنه فيل يتحدث مع الفيلة زوجة قرد نوع البابون يتحدث مع البابون وكل شخص له نوعية معينة يرجع أصلح إلى حيوان ويستطيع التحدث معهم هذه قصة جميلة وطويلة إن شاء الله نرجع لها إذا كان في وقت نعم وهذا هو المفيد من السفر إلى دول العالم والتعرف على ثقافات الشعوب تختلف الثقافات كل ثقافة لها معتقداتها لها مبادئها لها قيمها فبالتالي تصبح لديك معرفة والطلاع على ثقافات الشعوب وبالتالي يكون هناك تواصل بين الشعوب فزرت أكثر من 132 دولة عدد كبير هذا العدد خلال كم سنة جلت وجبت في هذه الدول يعني إذا نحسب العدد من خلصنا الثانوية 2008 تقريبا بدأنا نحسب الدول يعني فمن هاك الزمان كان السفر يعني بشكل قليل على الأيام السابقة الآن خلق نقول آخر خمس سنوات شوية السفر ما نقول صار أسهل ولكن صار فيه تمكن شوية وكثر العدد في الفترات الأخيرة والآن أتوقع مستمرين مستمرين صحيح أنه كورونا عطلنا ولكن ما وقفنا جميلة هذا النقطة يعني في الآون الأخير أصبح السفر مقنن بطريقة معينة الآن أصبحت يعني مفتوح الأمر ولكن أيضا ضمن شروط ودول معينة يعني قيدتنا شوية لكن الحمد لله دائما وأبدلا عليك الحال سفركم إلى معظم الدول العالم أتوقع تعتمدون فيها على اختيار الدول التي لم يسافر إليها أكثر أو الأغلبية تسافرون للدول التي تحتاجون إلى معرفة معلومات عنها أكثر أكيد فلماذا يتم اختيار هذه الدول يعني نحن دائما يعني نفس ما نقول عندنا شقين من السفر سفر لسياحة معروفة وسياحة خفيفة واستجمام وكذا أما السياحة ثقيلة شوية ما موراء المجهول ودول يعني تصعب على الناس أنه يزوروها يستمتعوا فيها بس بالتلفزيون أو وسائل التواصل الاجتماعي تابعونا أساس تشوفوا هذه الدول التي هي نقول صعبة خطرة يعني صعبة الوصول إليها وطبعا لا بد أن نحن نقرأ ونأخذ الاحتياطات اللازمة ونأخذ كل الأمور قبل ما نسافر لهذه الدولة نعم فأنتم محتلطون نستمتع في السفر هي لازم جميل إذن يعني قبل ما تذهبون إلى هذه الدول أتوقع يكون هناك بحث كامل عن هذه الدولة والله معظم الدول بحث كامل ومعظم الدول نقررها وقت متأخر فما يعني نسوي دراسة بس نوصل هناك ونحن واصلين وين المكان ونتوكل على الله يعني نقول فيه فضول وفيه يعني كما تقولي مفاجأة في الموضوع يوم شباب سافروا إياي وفاجأتهم في دول هم ما حاسبين لها حساب لكن استمتع يعني قد نقول أن مهند هو المدبر الأساسي للرحلات بذن الله جميل إذن مهند الصعوبات التي واجهتكم أتوقع خلال السفر يعيش الإنسان مختلف المواقف صحيح من أصعب المواقف لواجهتكم أو أغرب المواقف والله المواقف كثيرة صعبة مرينا فيها يعني ما بقول لا تعد لكنها كثيرة ولكن دائما أنا أقول الموقف الأصعب إذا كان مع العائلة يعني أنت تتعرض للسرقة لا حول لا قوة لكن تتعرض للسرقة مع العائلة شوية تكون يعني مسؤوليتها أكثر وتكون صعبة أكثر عليك أنت فهذا موقف أنا أتعرض لي في دولة من الدول انسرقنا يعني انكسرت السيارة للأسف معنا يعني وهذه غلطة وأنا أقول تعلمت منها أني يعني كنت تارك بعض الأشياء والحقائب في السيارة فحتى لو أنك بتنزل ليلة الفندق أو ليلتين لا تترك أي شيء لا تترك أي شيء حتى الأشياء البسيطة حتى يعني مثلا الدراهم البسيطة أو اللي هي اليوراهات أو العمل الثاني العملات حتى الستاند التليفون الشارش الأشياء هذه لا تتركها أي نصيحة وأنا تعلمت استفدت منها نعم ودائما ينصح بهذه النصيحة حتى يكون الشخص بمأمن أنت لا تعلم يعني هذا سواء كان في أي دولة أو في بلدان العالم صحيح الواحد يحضر وينما كان يعني نعم أتوقع هناك رسالة تحملها مهند من خلال سفرك إلى مختلف شعوب العالم عندما تكون إماراتي تحمل هوية الإماراتية العربية وتسافر إلى هذه الدول فأنت تمثل دولتك صحيح في مختلف هذه الشعوب والثقافات صحيح بالتالي ما هي المسؤولية التي يحملها مهند هذه مسؤولية كبيرة يعني دائما نقولها لربعني وبتسافروا بالأخير أنتوا سفراء لدولة الإمارات العربية المتحدة وهي دولة سباقة لكل شيء يعني الأثر موجود في معظم الأماكن اللي زرتها الأماكن القريبة والأماكن البعيدة أنا أستغرب أنهم يعرفوا الدولة وعرفوا الإمارات ويستانس وهذا يقول له هذا تعال هذا إماراتي تعال فهي مسؤولية جميلة أني أنا أحملها باسم البلد ولله الحمد فالحمد لله نحن نترك الأثر الطيب السمعات الطيبة الأخلاق الطيبة كل شيء جميل عن الدولة نعم الحمد لله اليوم دولة الإمارات معروفة عالميا من دول المتقدمة ويعني يكفي أنه جواز دولة الإمارات ويعني عدد كبير من الدول صحيح نعم فهذا بحداته اليوم دولتنا الحمد لله دولة عالمية دولة مستقرة دولة آمنة للجميع تستقطب مختلف شعوب العالم من خلال هذه السفرات حاول توثيق اللحظات حاول توثيق الصور اللقطات لهذه البلدان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو الحسابات الخاصة بك في هذه المنصات ما الهدف من توثيق هذه اللحظات دائما هو التوثيق للذكرى ولكن هل هناك رسالة قلها لكل من يتابع هذه المنصات صحيح دائما أنا أقول لما تسافر وثق أنا غلط في بدايات الأمر سافرت على الزمان القديم ما كنت أوثق فهذه خسارة بالنسبة لي سافرت وصلت دول كثيرة كستريك أو السلفدور ما وثقت فدائما أنا أقول وثقوا يوم بتسافر لا تقولوا لا منضيعوا وقت لا بالعكس بتستانس بالتوثيق وهي ذكرى بترجع له ذكرى بالأخير فخاصة الحين وسائل التواصل الاجتماعي ما شاء الله في كل مكان فبترجع عليه كمخزون لك ممكن هذه بعض الصور مهند نتابعها هذه كانت أتوقع في أفريقيا نعم وهذه في المغرب الأجواء جميلة طبعا في السفر كل دولة تختلف أكيد وهذه وين المحيط الأطلسي والبحر المتوسط نعم إذن تختلف الرحلات ولكن من خلال هذه الرحلات والسفر والتغرب والترحال والمواقف التي قد تمر بمختلف صعوبتها أو مواقف فرحة مواقف حزن مواقف تعرف على شعوب العالم هناك انعكاس على شخصية مهند على ما الذي اكتسبه من هذه الرحلات إن كانت في تغيير الشخصية أتوقع منذ بداية سفر كانت هناك شخصية والآن شخصية مغيرة ما الذي تغير أكيد السفر له فوائد كثيرة يعني كثير من المواقف نحن تعلمنا منها واستفدنا منها يعني خاصة الصفات اللي فينا لو أنها كانت قليلة الآن زادت وتنمت يعني الصبر الحمد لله نحن صبرنا صار الآن إلى أبعد الحدود على العكس بدايات السفر أنت ما تتحمل مثلا تصير المكان هذا ما تقدر تصبر استفدنا كثير السفر ما شاء الله يعني فادنا كثير والله الحمد يعلم الصبر هذه يعني أساسية يعني خاصة لما تزور الأماكن شوية صعبة لازم تتحمل معانات السفر فالسفر بالأخير قطعة من العذاب فلازم تتحمل بعض النموات نعم وأتوقع أيضا السفر يجعلنا نحمد الله دائما أن دائما وأبدا اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والنعمة اللي نحن فيها هذه دائما كل سفر نعمة دولة الإمارات والوطن والأمن والاستقرار نعم أكيد ولما نسافر نشوف ونيقا هذا يعني مئة في المئة يحن الشخص دائما إلى بيته إلى أسرته إلى موطنه أكيد فبالتالي السفر يعلم الإنسان قيمة الوطن أكيد وإن كان شو مكان نوع هذا الوطن لكن الوطن يظل غالي على كل شخص صحيح وخصوصا نحن محضوظين بدولة الإمارات العربية المتحدة صحيح نعم إذن مهند من خلال هذه السفرات وهذا التنقل أيضا هناك مجموعة من الشباب يرافقونك في هذه الرحلات كيف يتم تنسيق هذه الرحلات بينكم هل يتم اختيار الدول على حسب طرح الأفكار خلينا نقول أني مثلا قررنا نسافر دولة معينة أنا ما عندي مشكلة أو مجموعة من الشباب معينين إذا سافروا بسافر إذا ما سافر وما بسافر من ما بسافر حيا الله ما في أي مشكلة نسافر ويا الجميع نعم فدائما المجموعة موجودة يطرح أفكارها وإن وجدت وجدت إن لم يوجد مهند نخلق مجموعة مهند مسافر مسافر نعم إذن يعني السفر دايما هو يعلم الإنسان الكثير الرحلات القادمة مهند في فترة كورونا هل وقف السفر لديك لا ما وقفنا لكن تعطننا وقننا الدول لأن دول كثيرة يعني واجهت فيها صعوبات ولكن الحمد لله ما أذكر كم دولة ولكن سفرنا يمكننا كثناء خمسة عشر دولة خلال فترة كورونا نعم والعدد سيصل بإذن الله إلى كم دولة الآن مئة واثنين وثلاثين دولة واللنية إن شاء الله على مئة وخمسين بإذن الله إذا تجسرت الأمور خلال السنة القادمة إن شاء الله طيب حب الاستكشاف والتنقل والترحال طبقت على الدول العربية دول العالمية الاستكشاف في داخل دولة الإمارات أكيد هذا يعني وخاصة في الفترة الأخيرة في فترة كورونا زاد بشكل كبير السياحة الداخلية نعم وقمنا نغطي الأماكن ولله الحمد طبعا سابقا نحن نغطي ولكن الفترة الأخيرة في فترة كورونا زادت بشكل كبير في الأماكن الداخلية وخاصة المناطق السياحية في دولة الإمارات نعم وماذا عن المنطقة الشرقية أكيد هذه بداية نبدأ في المنطقة الشرقية الساحل الشرقي والأماكن كلها إلى ما شاء الله يعني ننتظر بعد الجديد في قرية أبوالكيزات في خورفكان وإلى آخر المشاريع المتنوعة في المنطقة الشرقية نحن ننتظر بقوة هذه الأمور حقيقة يعني بين شهر وشهرين نرى مشروع جديد وولادة مشروع جديد في المنطقة الشرقية بامتداد المنطقة الشرقية إن كان في مدينة كلبا خورفكان دبل حصن المدن التابعة لها أيضا فيكون هناك دائما مشروع تطويري مشروع سياحي مشروع تاريخي فبالتالي المعالم موجودة في المنطقة الشرقية ثرية وانتعشت أيضا السياحة الداخلية أكثر في دولة الإمارات والمنطقة الشرقية كان عليها إقبال جدا كبير مهند هل كان أيضا بالنسبة لك أنت مهتم في جانب التجوال والسياحة كيف كان ترى الشباب في إقبالهم على المنطقة الشرقية والله الحمد لله يعني نحن ما منقول بعد الناس جاءت من برع ولكن قليلين منهم جاءوا من برع على أساس أنه كان حكم السفر يعني مغلق ولكن الحمد لله المنطقة الشرقية دعينا أصحابنا من مختلف الإمارات وجوه وخضينا جولات على ساحل المنطقة الشرقية من كلبي إلى دبل حصن يعني وخضينا فيهم دائما أنا أقول لهم الموضوع والترتيب عندي بس تعالوا أنتم ونحن نسوي لكم رحلات برنامج متكامل إن شاء الله نعم حتى بالنسبة للمدن في المنطقة الشرقية هي مدينة قد نراها صغيرة بمساحتها لكن فيها الكثير من المشاريع والكثير من المعالم السياحية والتاريخية والأثرية فالمدينة الواحدة تحتاج إلى أكثر من يوم حتى تستمتع فعليا في هذه المنطقة صحيح على أساس أنت تأخذ راحتك وتشوف وتستمتع في المناطق خاصة الاشتعادنا جميل جدا أجوى جميلة انخفاض في درجات الحرارة منطقة الشرقية ودولة الإمارات بشكل عام جدا جميلة بمناخها وبأيضا هذه التنوع السياحي فيها بالنسبة لي منصات التواصل الاجتماعي مهند هل تأتيك بعض التساؤلات عن هذه المناطق التي زرتها كيف ممكن نحن أيضا نزورها بما أنها قد تكون دول غريبة على البعض أيضا تتزور بعض الدول غريبة صحي والله الحمد استفسارات كثيرة عن الدول المعتادة وعن الدول الغريبة خاصة الأماكن التي غطيناها في أفريقيا ما شاء الله نحن لما نرجع طبعا نأخذ أرقام السائقين وأرقام بعض الفنادق وبعض الأمور هذه فأي حد يسألنا خلاص يكون عندنا مخزون نعطي لهم على أساس يستمتع ويكون عندهم الشيء ممهد للدول هذه نعم فأنتوا سهلتم عليهم بعض الإجراءات بعضهم ممكن الحصول على بعض المعلومات التي تساعدهم على خضاء وقت أشياء كثيرة سهل في هذه الدول نعم إذن مهند سعيدني بوجودك معنا في هذا المساء نتمنى لك إن شاء الله التوفيق في هذه الرحلات المتنوعة والمختلفة وبحد ذاته هي رحلات تنعكس على الإنسان بالإيجاب بتطور حقيقة بمعرفة ثقافات الشعوب الأخرى تشرفنا بوجودك مهند تشرف لنا طالع نعطيكم جزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب المميز نعم يعطيك العافية مهند سليمان جمعو نلتقيك بإذن الله في لقاءات قادمة ويصل العدد بإذن الله إلى أكثر من 132 دولة بإذن الله بإذن الله بالتوفيق مهند إزاكم الله خير كل الشكر